سائدة من استخدام العمق اللوني 8 bit عندما نستخدم عمق لوني 8 bit فنحن نستخدم صور حجمها أقل وبالتالي تكون سرعة تحميلها أعلى وبالتالي نستطيع المواقمة بينها وبين الحركة أو تحقيق هدف سرعة التحميل يمكن عمل بالتة لونية للصورة في برنامج أدوب فوتوشوب بعد اختيار الصورة نذهب إلى قائمة image mode indexed color ثم نختار custom palette وهنا يجب أن نراعي أن يكون لون الصورة الأول هو اللون الأبيض وآخر لون في الصورة هو اللون الأسود ثم نقوم بحفظ الصورة في مكان معروف ثم نذهب إلى برنامج director لعمل استيراد للصورة عند استيراد الصورة نجد أنها يصاحبها سؤال بحل تريد استيراد البالتة اللونية عند إذن نوافق على استيراد البالتة اللونية لتظهر أمامنا الآن وهنا يجب المقرنة بين الصورة التي تم استيرادها تحت العمق اللوني 8 bit مع البالتة اللونية الخاصة بها والصورة التي يتم تحولها والتي كان العمق اللوني لها 32 bit إلى 8 bit من خلال برنامج director وذلك عن طريق الذهاب إلى قائمة modify transform bit map ثم اختيار العمق اللوني 256 واضح طبعا أن الصورة تحت العمق اللوني 8 bit والمستوردة مع بالتة خاصة بها أفضل من تحولها إلى 256 من خلال برنامج director نظرا لأن director غير متخصص في تحويل الصور حينما نستخدم أكتر من بالتة لونية علينا أن نفهم معنى استخدام البالتات اللوني عند العمل على 256 لون يجب أن تكون مقاسات الشاشة التي نصممها على الأقل مساوية لمقاسات شاشة العرض الحالي حتى لا يحدث نوع من الفليكنج أو تغيير ألوان الشاشة بشكل مزج يتم ذلك من خلال توصيف البرنامج على العمل على مقاسات شاشة مناسبة في الغالب لا تقل مقاسات الشاشات عن 640 480 وممكن أن تزيد عن ذلك حتى تصل إلى 1024 أو أكثر عند استخدام العمق اللوني 8 بت يصاحبها مجهود أكبر لضبط البالتات ظهرت الكثير من البرامج مثل برنامج دي بي بلايذر ووظيفته جمع عدد كبير من الصور وعمل بالتة لونية واحدة لها حتى نتفاد الفليكنج أو التأثيرات اللونية المرفوضة عند النكر المزدوج في خلية البالتة تظهر لنا النافذة التي تحدد لنا استخدام البالتة الحالية وطبعا عند اختيار البالتة المناسبة تظهر الصورة في أحسن حالتها وعند عدم توصفها على البالتة المناسبة يسوق شكل العرض هناك بعض البالتات السابتة مثل بالتة الماكنتوش وبالتة الويندوز والرينبو والجري سكيل والباستلز والفيفد والانتي السي والميتاليك والويب 216 لون يمكن عمل فيد تو بلاك أثناء العرض 256 ويمكن عمل أيضا فيد تو هويت يجب أن نضع باعتبارنا أن كل هذا تم الانتهاء منه بظهور 16 bit screens أو ظهور شاشات العرضة التي تعرض حتى 16 bit color وطبعا مع الويندوز XB لا توجد مثل هذه المشاكل حتى منذ عهد الويندوز 98 أو 95 أيضا لا توجد مشاكل استخدام ألوان 256 ولكن كانت موجودة في الفترة قبل ذلك وهي الويندوز 3 ويند X أو 3 11 زي ما كنا بنسميها وي اشتركوا في القناة